الرئيس السيسي وجه بتحقيق أقصى استفادة من التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام المحكمة الاتحادية العليا في العراق تقرر استمرار برهم صالح في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد عشية زيارة شولز لكييف وموسكو ألمانيا تقول إن روسيا تتحمل مسؤولية خطر الحرب في أوروبا السادسة مساء بالقاهرة الرابعة بتوقيت جرينتش نشط إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في موضوعات البيئة والتحول الأخضر خاصة ما يتعلق بالمشروع القومي للدولة للنهوض بالبحيرات على مستوى الجمهورية والحفاظ على التنوع البيولوجي بها جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشط وخلال اجتماع آخر وجه رئيس السيسي باستمرار الحكومة في برنامج التروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي ودكتور هلا السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ودكتور محمد معيد وزير المالية وسيد هشام توفيق وزير قطع الاعمال العام وسيد نيفين جاما وزيرة التجارة والصناعة ولواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية ولواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن الاجتماع تنول متابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة وعرض السيد وزير المالية بصفته مقرر لجنة الطروحات خطة الدولة لبرنامج الطروحات حتى 31 ديسمبر من العام الجاري مع تحديد الشركات المرشحة في هذا الإطار لتداول أسهمها في البرصة المصرية كما استعرض السيد محافظ البنك المركزي مساهمة القطاع المصرفي في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة وقد وجه السيد الرئيس باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البرصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية أضف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع أيضا على خطة الحكومة فيما يتعلق بصناعة السيارات موجها سيادته بمواصلة العمل على تعميق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية خاصة الصناعات المغذية لها وذلك لمواكبة الاتجاه العالمي في هذا الإطار كما اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الاجتماع تناول متابعة استراتيجية الدولة للتعاون مع شركاء الدوليين في مختلف المشروعات القومية التنموية وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في موضوعات البيئة والتحول الأخضر بما فيها ما يتعلق بالمشروع القومي للدولة للنهوض بالبحيرات على مستوى الجمهورية والحفاظ على التنوع البيلوجي بها كما وجه السيد الرئيس بتحقيق أقصى استفادة من التعاون التنموي لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام فضلا عن تعزيز التنفسية وتحفيز دور القطاع الخاص في زيادة معدلة النمو إلى جانب تعزيز جهود الدولة للاستثمار في البنية التحتية ورأس المال البشري من خلال مبادرة حياة كريمة مع الاستمرار في نشر تجارب النجاح التنموية في تلك القطاعات من خلال المنصات الدولية المختلفة من جانبها استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز جهود تعاون الإنمائي مع الشركاء الدوليين لحجد كافة أشكال الدعم اللازم للمشروعات التنموية الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات بالدولة وذلك من خلال استراتيجيات التعاون الإنمائي التي تم أعدادها بمشاركة كافة الجهات المعنية من حكومة وقطع خاص ومجتمع مدني والتي تأخذ في الاعتبار أولويات الدولة التساقن مع برنامج الحكومة مصر تنطلق والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمبادرات الرئاسية المختلفة ذات الصلة خاصة مبادرة حياة كريمة حيث تضمنت أبرز تلك الاستراتيجيات استراتيجية التعاون الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الآمار والتنمية حتى عام 2027 فضلاً عن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة بالإضافة إلى جهود تعظيم الاستفادة من التعاون مع الاتحاد الأوروبي وكذا تعزيز الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي كما عرضت السيدة وزيرة التعاون الدولي أبرز نتائج ومخرجات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي والذي انعقد تحت رعاية السيد الرئيس بالقاهرة في سبتمبر 2021 حيث تم تأكيد في البيان الختمي للمنتدى على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي فيما بين بلدان الجنوب وكذلك تطوير القدرات الشبابية في ريادة الأعمال والتكنولوجيا إلى جانب مشاركة القطاع الخاص في التنمية كما اطلع السيد الرئيس على آخر التطورات فيما يتعلق بالموقف التنفيذي لعدد من المشروعات والتمويلات التنموية على مستوى الجمهورية والتي تسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة خاصة ما تعلق بمشروعات التغير المناخي وكذا دعم مبادرة حياة كريمة وينضم إلينا على الهواء مباشرة في نشرة السادسة مشاهدين الكرام الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد أهلا بك دكتور علي أهلا وسهلا بحضركم كل أستاذ المشاهدين الكرام دكتور إذن الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال اجتماعاته اليوم وجه بتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في موضوعات البيئة وأيضا التحول الأخضر لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام كيف ترى إذن جهود الدولة في هذا المجال فلنقول طبعا تعاون مطمئ ما بين المؤسسات التنموية والدولة المصرية في إطار ثقة متبادلة وفي إطار شراقة لتحقيق الأفضل للمواطر المصري من حيث الخدمات من حيث التنمية والاستثمار في رأس المال البشري تطوير في كثير من الخدمات الأساسية على رأسهم بيأتي التعليم والصحة بالجانب كمان ملف الطاقة وزي ما حضريك ذكرتي جزء الخاص به الاقتصاد الأخضر والاعتماد بشكل كبير على الطاقة الجديدة ومتجددة والحفاظ على البيئة والتحرك اتجاه خطوة يمكن العالم كله دلوقتي بيتعاون فيها وبيتكتب فيها وهي قبل التغير المناخ ويمكن التعاون المسلم بين مصر وبين المؤسسات التنموية بيقدر أنه يساهم بشكل كبير جدا في تسريع الخطوات الخاصة بالتنمية وكمان توفير التمويل اللازم بفوائد ممكن تكون مخفضة جدا مقانة بعمليات الاقتصاد من أي مؤسسة أخرى وبالتالي المؤسسات الدولية في ظل جهود الدولة بتقوم بيها وبظل كمان مبادرات مهمة جدا للدولة أطلقتها خلال الفترة الماضية بتتحرك عليها وبييجي طبعا مشروع حياة كريمة واحد من أهم وأكبر المشروعات التنموية على مستوى العالم وليس بس على مستوى الشرق الأرصف وبالتالي ده اللي بيدي ثقة كبيرة جدا للمؤسسات الدولة أنها تقدم مزيد منها تعاون واللي كمان بيدي مساحة للقطاع الخاص أنه يشارك كمان جهود الدولة في عملية التنمية ودي كمان نقطة الدولة بتأكد عليها مهمة جدا متأكد على همية القطاع الخاص فيه مشاركته للدولة وبين هنا بنشوف أن فيه مثلث إزاي أن أضلعه هرى مؤسسات الدولة إزاي أن الضلع الأخر مصابب بيه المؤسسات الدولية وشركاء التنموين على مستوى العالم بجانب القطاع الخاص المثلث الآن يقدر أنه يصعل بشكل جدير ويصرع من الجهود والرؤية اللي احنا كلنا بنحلم إن شاء الله بتحقيقها رؤية 2030 وهي رؤية سنوية الغارة الرئيسي منها التقديم الأفضل للمواطن المصر سهيح طيب دكتور يعني أيضا الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه اليوم باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وأيضا جذب الاستثمارات كيف ترى جهود الدولة في دعم البورصة المصرية وجذب الاستثمار أيضا فكرة يعني خلينا ناخدها من كذا نقطة النقطة الأولانية هو فكرة إن الدولة بتأكد على توسيع قاعدة الملكية ودخول القطاع الخاص وهي إزاي أن يبقى فيه مساهمة بشكل أكبر من جانب الأفراد في ملكيتهم للمؤسسات ده جزء مهم جدا وشركات عملية التنوع وتوسيع قاعدة الملكية ده جزء مهم جدا وبيرد على كثير من التساؤلات هو إن الدولة لا بتؤكد على شراكة القطاع الخاص وعلى شراكة الأفراد في ملكية الشركات ده جزء الجزء الثاني هو إن البورثة المصرية في أشهد الاحتياج طبعا لهذه الصراحات لأن دايما الصراحات الحكومية بتبقى لها مدود إيجابي ولها إقبال شديد جدا سواء من جانب المستثمرين الأجانب أو من جانب الأفراد فبالتالي دوت هيرضع أنه يعمل نوع من أنواع اللي انتعاشها بشكل كبير في سوء الرباء المالية في ظل يمكن حالة بيشهدها العالم كله دلوقتي حالة من حالات عدم اليقين البورثة المصرية اتأثرت الفترة الأخيرة كمان يمكن ببعض الملفات اللي كانت شائكة سواء مصرى الضريبة وخلافه من هذه الأمور فبالتالي فكرة أنه يبقى هناك طرحات الفترة الخادمة هتساعد طبعا المشروعات دي أن يتوقع لها التمويل اللازم وفي نفس الوقت هتاعمل نوع من أنواع الترشيب في سوء الهوائد مفهوم طيب نشكرك شكرا جزيلا الدكتور علي الإدريسي أستاذ الإقتصاد كنت معنا في نشرة السادسة في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائز الأسلحة النرية ومكفحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية بالإضافة إلى مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن مصرع أربعة عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط 394 عنصرا إجراميا بنطاق 23 مدرية أمن وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل، مخدرات، سلاح، سلقة وضبط معهم 240 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة العيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقاهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 50 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 755 قطعة سلاح ناري من بينها 116 بندقية 79 بندقية ألية 41 مسدسا و519 فرد محل الصنع وطلقات نارية مختلفة العيرة و110 خزينة إضافة لـ 1164 قطعة سلاح أبيض وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام من تنفيذ أربعمائة وسبعين ألفا ومائة وخمسة وعشرين حكما قضائيا بإجمالي 35 ألفا وسبعة وعشرين محكوم عليهم من بينها ألف وثمانمائة واثنان وعشرون حكما جنايا مائة وسبعون ألفا وثمانمائة وخمسة وتسعون حكما حفصة ومائتان واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة واربعة وثمانون حكما غرامة واربعة وستون ألفا وثمانمائة واربعة وعشرون حكما مخالفة وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 12 تشكيلا عصابيا ضموا 36 متهما قاموا بارتكاب 69 حادث سرق متنوع وتم كشف غموض 56 حادث ما بين قتل عمد سرق بالإكراه حرق عمد انتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي 76 متهما وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1271 قضية إدجار في المواد المخدرة ضبط خلالها 1446 متهما وبحوزتهم أكثر من 770 كيلو جرام من مخدر الحشيش وما يزيد على 1361.5 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت أكثر من 37 كيلو جرام وكمية من مخدر الأيس وزنت 35.5 كيلو إضافة إلى ما يقرب من 15 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد 152110 قرص مؤثر وستة عشر ألفا ومئة وأربعة وأربعين قرص ترامدول مخدر وستة عشر ألفا وخمسمائة قرص كيبتاجون هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 161 مليون جنيها كما تم ضبط عدد خمسة مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان وضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات بقرابة 120 مليون جنيها متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة يتوجه وزير خارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأم المتحدة الإطارية لتغير المناخ يتوجه إلى مدينة بون أن ألمانية وذلك لزيارة مقر الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ومن المقرر أن يعقد شكري لقاءات مع مسؤولي الأمانة التنفيذية لاتفاقية الأم المتحدة المناخ وذلك في إطار التحضير الجاري للصدافة مصر لكوب 27 والتنسيق المستمر لحشد الزخم اللازم لنجاح الدورة المقبلة للمؤتمر في مصر وذلك عبر البناء على ما تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر في جلاسكو بجانب مواصلة تعزيز الجهود الدولية المعنية بمواجهة تغير المناخ تحت رعاية الرئيس أسيسي تتواصل بمقر الأمانة العامة لجماعة الدول العربية ولمدة ثلاثة أيام فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة وخلال افتتاح أعمال الأسبوع قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قال إنه على الرغم من الظروف والعقبات التي سببتها جائحة كورونا ما زال هناك فرصة لتأثير في مجريات الأحداث والدفع مجددا بمسار تنفيذ أجندة التنمية المستدامة عشرين ثلاثين وتشهد أعمال الأسبوع إطلاق تقرير تمويل التنمية المستدامة في مصر وهو أول تقرير يصدر في العالم حول تمويل أهداف التنمية المستدامة عشرين ثلاثين كما تركز الجلسات على دور الشباب والمبادرات المجتمعية في التصدي لظاهرة التغير المناخي وإطلاق المبادرة العربية للقضاء على الجوع كما نحتاج إلى اغتنام كل الفرص التي تتحيها هذه الأزمة الصحية ومنها على سبيل المثال زيادة الوعي بأهمية السياسات البيئية في التنمية وعودة موضوعات الاستدامة على رأس الأولويات الوطنية والدولية فضلا عن تعزيز السياسات الوطنية للتعامل مع الأوضاع الطارئة والكوارث ودعم قدرة المجتمعات على الصمود في مواجهة هذه الأحداث غير المتوقعة العمل على مستوى المركز مهم والعمل على مستوى الأطراف مهم ولكل المزايا نسبية ولكل المجالات لتطوير التنمية من غير معايير وخضر على المتابعة ومسندم الموزن عمل الدولة وخطة استثمارية تعد على المستوى المركزي لا تستطيع المشروعات التي تتم على مستوى القرى والمراكز أنها تقوم بهذا بعد جائحة كوفيد 19 والتحورات اللي ما زلنا بنشهدها على المستوى العالمي وكل هذه الجائحة والتحورات اللي حصلة كلها مما لا شك فيه بتؤخر وبتعرقل من قدرة دول العالم على الوصول أو على تحقيق أهداف التنمية المستدامة قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق عدم صحة قرار مجلس النواب قبول ترشيح هشيار زباري لمنصب رئيس الجمهورية وأفادت وكالة الأنباء العراقية بإلغاء المحكمة الاتحادية لترشيح زباري وعدم قبول ترشيحه مستقبلا لمخالفته أحكام المادة 68 من الدستور العراقي وقررت المحكمة استمرار الرئيس العراقي برهم صالح في القيام بمهامه حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد أكد قياديه في الحزب الديموقراطي الكردستاني بالعراق أخوشيار زباري احترامه لقرار القضاء بإلغاء ترشيح لرئاسة الجمهورية وأوضح زباري أنه تفاجأ بقرار المحكمة الاتحادية بإلغاء ترشيح لرئاسة العراق كما لفت أيضا إلى أن القوانين والشروط المطلوبة لرئاسة الجمهورية كانت نصب الأعين وقال إنه ليس بغريب عن العملية السياسية في البلاد جددت ستيفاني واليمز المستشرة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا التأكيد على أهمية أن تعمل جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسة الليبية دمن الإطار السياسي مطالبة بالحفاظ على الهدوء على الأرض من أجل وحدة ليبيا واستقرارها تصريحات ويليامز جاءت خلال لقائها عبد الحميد للبيبة لبحث آخر التطورات والتصويت الذي أجراه مجلس النواب لاعتماد تعديل اندستوري وتعيين رئيس وزراء جديد كما التقت ويليامز رئيس الوزراء المكلف فتح بشاغة مؤكدة ضرورة المضي قدما بطريقة شفافة وتوافقية من دون أي إقصاء كما شددت خلال اللقاء على ضرورة مواصلة التركيز على إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشاملة في أقرب وقت ممكن كشف الرئيس التونسي قيس سعي التفاصيل المرسوم الرئاسي الخاص باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ونشرت الجريدة الرسمية التونسية المرسوم الرئاسي المتعلق باستحداث المجلس ومن أبرز مواده منع الخضاء عن الإضراب وكل من عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم وعضفت الجريدة الرسمية التونسية أن مرسوم الرئاسي ينص على تمتع المجلس بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية مع إشرافه على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي ليحل محل المجلس الأعلى للقضاء شدد البطريارك الماروني بشارة بوتروس الراعي على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في لبنان في موعدها الدستورية المحدد في الخامس عشر من شهر مايو المقبل مستنكرا ما وصفه بالتمهيد لتأليل الانتخابات بدلا من تكفيف التحضيرات لحصولها ودع البطريارك الراعي في عيضاته الأسبوعية اليوم الأحد إلى المشاركة في الانتخابات بكثافة من الناخبين اللبنانيين في لبنان والخارج مؤكدا أن الهدف هو خلق واقع جديد في البلاد يحدث تغييرا في الاتباه الصحيح البناء والوطني الحضري قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن قال إن هجوم روسيا على أوكرانيا قد يحدث في أي وقت وأضاف سوليفن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في تبادل معلومات المخابرات مع العالم لحرمان روسيا من القدرة على شن عملية مباغتة للهجوم على أوكرانيا لافتا إلى أن واشنطن سترد بشكل حاسم في حال هدمت روسيا أوكرانيا قال الرئيس الألمني الجديد فرانك بالتر شتاين ماير قال إن موسكو تتحمل مسؤولية خطر الحرب في أوروبا بسبب توتر بشأن أوكرانيا وفي حديث له دعا شتاين ماير إلى إظهار الحزم فيما يتعلق بروسيا إذا لزم الأمر كما أوضح شتاين ماير أن السلام ليس أمرا سهلا وأنه يجب أن يتم العمل بجد للحفاظ عليه عبر الحوار يأتي ذلك فيما حضر المستشار الألمني أولاف شالس من أن الغرب سيفرد عقوبات ثورية على روسيا إذا هدمت أوكرانيا أعربت روسيا عن قلقها إذا أقرار بعض الدول سحب موظفيها العاملين في جنوب شرق أوكرانيا ضمن بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن الرئاسة الحالية والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أبلغ الدول الأعضاء بأن بعض الدول قررت سحب مواطنيها الموظفين في بعثة الرقابة الخاصة للمنظمة في أوكرانيا بدعوة تفاقم الظروف الأمنية ولفتت زخاروفا إلى أن هذه القرارات تثير بالغة قلق موسكو محذرة من استغلال البعثة كأداة لاستفزاز محتمل وقالت الحكومة الأوكرانية إنها ستترك مجالها الجوي مفتوحا رغم التهديد الروسي جاء هدى في بان الصادر عن وزارة البلد التحتية نشرته على صفحتها عبر فيسبوك هدى وتعمل السلطات الأوكرانية على درء المخاطر عن شركات الطيران مؤكدة أن إغلاق المجال الجوي هو حق سيدي لأوكرانيا ولم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الصدد قال البابا فرانسيس بابا الفاتيكان حشودا في ساحة القديس بوتروس بالفاتيكان في صلاة صامتة من أجل أوكرانيا ونشهد البابا فرانسيس ضمائر السياسيين السعي من أجل تحقيق السلام في البلاد مضيفا أن الأخبار الواردة من أوكرانيا مقلقة للغاية مشاهدين الكرام السادسة مستمرة معكم وتتابعون فيها الشرطة الفرنسية تحتجز نحو 100 شخص بعد حملة مناهضة لتدابير مكافحة كورونا أمهلت الشرطة الأسترالية ألاف المحتجين حتى نهاية اليوم لمغادرة المناطق التي يحتلونها في العاصمة كامبيرا وذلك مع تواصل احتجاجات المستمرة منذ أيام على إلزامية التطعيم ضد كورونا يأتي ذلك مع تواصل الاحتجاجات الرافضة لإلزامية تلقي لقاح كورونا في عدد من مدن دول العالم لا تزال الاحتجاجات الرافضة لإلزامية تلقي لقاح كورونا تضرب عددا من مدن دول العالم التي وصلت لحد إغلاق شوارع وميادين بأكملها في أستراليا يواصل الألاف احتجاجاتهم المستمرة منذ أيام على إلزامية التطعيم ضد كورونا وذلك بالقرب من مبنى البرلماني للتحادية وفي العاصمة النيوزيلندية تجمع متظاهرون يعارضون التطعيم الإجبارية ضد كورونا قرب البرلمان لسادس يوم على الرغم من الأمطار الغزيرة والرياح القوية نفس الأمر تكرر في هولندا وفرنسا ولكن بشكل مختلف حيث احتشدت سيارات وعربات تخييم وشاحنات صغيرة تضم معارضين لشهادة التلقيح التي تسمح لمن تلقوا اللقاح المضادة لفيروس كورونا بدخول المطاعم ودور السينما وغيرها من الأماكن العامة أما ما يسمى بقافلة الحرية في كندا فقد وصلت احتجاجاتها للأسبوع الثاني على التوالي حيث يطالب المتظاهرون بالتراجع عن مختلف الإجراءات الصحية لمكافحة كورونا ويغلق هؤلاء المحتجون جسر إمباسادور الذي يشكل محورا تجاريا حيويا يربط أنتاريو بمدينة ديترويت الأمريكية إذ يعبره أكثر من 25% من السلع المصدرة بين الولايات المتحدة وكندا وهكذا تتواصل الاحتجاجات وبالتوازي تبقى هذه الدول بين مترقة انتشار الفيروس ومترقة تضرر الاقتصاد وسندان التظاهرات ضد القيود المفروضة لمكافحة الجائحة أعلنت شرطة العاصمة الفرنسية باريس احتجاز 97 شخصا بعد حملة مناهضة لتدابير مكافحة كورونا وقالت فيادة شرطة باريس إنها أطقت على عدد من قواتها لمنع المتظاهرين المشاركين في الحملة المناهضة لإلزامية التطعيم ضد كورونا من إغلاق شوارع العاصمة أجرت سلطات مدينة هولو داو الساحلية شمال شرق الصين اختبارات جماعية خاصة بالكشف عن فيروس كورونا وفرضت قيودا على حركة المرور بعد انتشار حالات الإصابة وسجلت المدينة التي تبعد 430 كيلو مترا عن بكين حيث تقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية سجلت 43 إصابة جديدة بين سكانها البالغ عددهم مليونين و700 ألف نسمة الأسبوع الماضي وتطبق الصين سياسة صفر قفض الصارمة لمواجهة الجائحة ولا يسمح للسكان بمغادرة المدينة دون إظهار اختبار سلبي أجريا في غضون 24 ساعة أعاد النواب والمندبون الألمان من دميع أنحاء البلاد انتخاب الرئيس الحالي فرانك فالتر شتاين ماير لولاية ثانية تبلغ مدتها خمس سنوات كرئيس الألمانيا الاتحادية وحصل شتاين ماير على 1045 صوتا من إجمالي 1437 صوتا هم أعضاء الجمعية الاتحادية في برلين والتي تتألف من أعضاء البرلمان الألماني إلى جانبه عدد متساوى من المندبين الذين اخترتهم الولايات الستة عشر في ألمانيا الاتحادية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أفاد ممثل منظمات غير حكومية أن الإعصار باتسراي خلف دمارا كبيرا في مدينة منينجاري السحلية في مطغشقر في وقت يتم العمل فيه على قدم وساق لإمداد المنطقة بالمساعدات الإنسانية هذا وقد تسبب الإعصار في مقتل 120 شخصا في مطغشقر وسجلت الخسائر الكثيرة عددا كبيرا خاصة على الساحل الشرقي للبلاد وذلك وفقا لأحدث تقرير للسلطات دمار كبير خلفه الأعصار باتسراية في مدينة منينجاري الساحلية في مطغشقر أصفر عن مصرع العشرات خصوصا على الساحل الشرقي للبلاد المسؤول اللوجستي في الصليب الأحمر الفرنسي مارتين مارين صرح أن التقييمات الأولية التي تم إجراؤها مقلقة للغاية حيث تشير إلى تضرر تسعة من بين كل عشرة منازل بسبب الأعصار من جانبها أشرت منظمة أطباء بلا حدود إلى أن فرقها في الموقع وجدت المدينة مدمرة إلى حد كبير مشيرة إلى أن منطقة نوزي فاريكا التي تبعد مائة كيلو متر إلى الشمال لا يمكن الوصول إليها إلا من طريق البحر وتضرر نحو مائة وخمسة وعشرين ألف شخص من الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح التي وصلت سرعتها إلى مائة وخمسة وستين كيلو مترا في الساعة وضربت الجانب الشرقي قبل أن تتحرك إلى الداخل وتتسبب بتدفق الأنهار إلى حقول الأرز وتدمر المحاصيل وسبق أن تعرضت مدغشقر للعصفة آنة الاستوائية في نهاية يناير الماضي وأسفرت عن مصرع خمسة وخمسين شخصا حيث تضرب نحو عشر عواصف أو أعصير جنوب غرب المحيط الهندي كل عام خلال موسم الأعصير الذي يمتد من نوفمبر إلى أبريل قدمت العديد من وكالات الأمم المتحدة مزيدا من المساعدات إلى مملكة تونغا للتعامل مع التداعيات التي أعقبت الكوارث الطبيعية وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وتعرضت الدولة وهي جزيرة تقع في المحيط الهادي لثوران بركني ضخم تحت سطح البحر إضافة إلى موجات مدعاتيات سنامي الشهر الماضي مما أثر على 85% من سكانها وتشريد ما يقرب من 2400 شخص أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمع أن هناك إجماع على دور مصر في ترسيخ دور المواطنة جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي يعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحت عنوان عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي ويعقد خلال المؤتمر عشر جلسات تناقش عدة محاور ترسيخ دور المواطنة ومشروعية الدولة الوطنية وذلك بمشاركة مئتي عالم وإمام من علماء الأمة الإسلامية شهدت وزيرة التضامن الاجتماعين بين القباج توقيع برنامج فرصة لنحو عشرين عقد شراقة مع ثماني عشرة جمعية ومؤسسة أهلية ودولية كبرى لتنفيذ مشروعات تمكين اقتصادي لعدد خمسة وثلاثين ألف مستفيد من برنامج تكافل وقرامة خلال التوقيع أشارت الوزيرة إلى أن الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي وجهان لعملة واحدة للانتقال من الحماية الاجتماعية للتمكين الاقتصادي لفتة إلى أن برنامج فرصة يستهدف ثمانية محافظات منهم سبع محافظات مدردين في حياة كريمة وهم الفيوم، بني سويف، ألمينيا، أسيوت، سهاج، الشرقية، ودقهلية وزارة التضامن الاجتماعي بتتبنى منحة جديد تحت برنامج فرصة لموأمة التمكين الاقتصادي مع الحماية الاجتماعية ومع برنامج وعي الذي يطمح أن يساهم في تغيير الوعي نحو وعي إيجابي، اقتصادي وإن احنا ننشأ ونطور فكر شبابنا نحو الإنتاج وأهمية العمل والتمكين النهاردة الحقيقة شرفنا أن احنا نوقع هذه البروتوكولات مع 21 جمعية على مستوى محافظات مصر بنعمل في ثمن محافظات بالتحديد منهم ست محافظات موجودين في الصعيد واثنين في وجه بحري كثير من القرى التي نعمل بها في هذا المشروع تحت مظلة البرنامج الرئاسي حياة كريمة يفتتح اليوم معرض فنان الكاريكاتور عمر فهمي بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية للمزيد من المتابعة معنا مباشرة من هناك مرسلة التلفزيون المصرية جرمين إبراهيم جرمين تضعينا في المشهد لديك تفاصيل المعرض والجمهور والإقبال على المعرض نعم إلهام بعد التحية كما ذكرت هي دقائق قليلة ويصل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من أجل افتتاح المعرض وأيضا توقيع الكتاب الخاص بالفنان عمر فهمي وهو الكتاب الذي يحمل اسم قهوة مصراوي وهذا الكتاب هو بيجمع مجموعة من الرسومات الخاصة بالفنان عمر فهمي والتي تشتهر بصورة أو بشخصية مواطن مصري يجلس على المقهى مع رئيس مجلس الوزراء اللي يخبره عن أهم المشاكل والمتطلبات الخاصة بالمواطن المصري فقام الفنان عمر فهمي بتجميع كل هذه الرسومات في كتاب ومعرض واحد بيحضره رئيس مجلس الوزراء ويقوم بافتتاحه بعد قليل هذا إلى جانب أيضا مجموعة من اللوحات الفنية الخاصة بالفنان عمر فهمي حوالي 20 لوحة المعرض بيبدأ اليوم بيستمر على مدار ثلاثة أيام قادمة لعرض مجموعة من اللوحات الخاصة بالفنان عمر فهمي إذا تحدثنا عنه هو فنان مصري يعني يرسم بشكل يومي على صفحات جريدة الأخبار منذ 17 عاما وحتى اليوم مشهور برسوماته التي تنقل يعني الواقع المصري إلا جانب أيضا أنه تم نشر لي عدد من الرسومات في مجموعة من المجلات والصحف العربية والأجنبية أيضا قام بتأليف أكثر من 15 كتابا بيتعلق بفن الكركاتير أنواعه وتطوره ومدارسه بيضاف إليها كتاب اليوم قهوة مصراوي إلى جانب عدد من الكتب الأخرى التي قام بتأليفها مثل كتاب اضحك مع عمر فهمي والصحف أيضا حصل على مجموعة من الجوائز من ضمن هذه الجوائز جائزة مصطفى وعلي أمين للصحافة العربية كأفضل رسام في عام 2005 وقام بتنظيم عدد كبير من المعارض الفردية أو الجماعية المحلية والدولية ويضاف إليها معرض وحفل توقيع كتابه اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مما يدل على احتضان أجهزة الدولة المختلفة للفن بمختلف أنواعه وأشكاله أعود إليك مرة أخرى في الاستوديو وعمر فهمي هو تلميذ الراحل مصطفى حسين من مدرسة أخبار اليوم يعني معرض بالتوفيق إن شاء الله في هذا المعرض الخاص بالكاريتاتور المصري شكرا لك جرمين إبراهيم على هذه المداخلة أعلنت وزارة الصحة والسكان فحص 75 ألف طفل ضمن المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لأطفال حديث الولادة وتقديم العلاج لهم بالمجان تحت شعار 100 مليون صحة وذلك منذ انطلاقها في 13 شهر يوليو الماضي هذا وقد أوضحت الوزارة أن المبادرة في مرحلتها الأولى تقوم بالكشف على 19 مريضا من الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بحضانات مستشفيات وزارة الصحة والسكان ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المبادرة إجراء المسح الطبي لجميع الأطفال حديث الولادة بكافة الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة على الإعداد النهائي لتوزيع التجمعات العمرانية اعتبارا من الأول من إبريل المقبل على أن يكون توزيع المرحلة الأولى في 25 من إبريل المقبل وخلال اجتماعين عقده بحضور مسؤولي الجهة المعنية أشر المحافظ إلى ضرورة تجهيز التجمعات التنموية من منازل ومساحات أراضي قدرها خمسة أفدنة لكل منزل كما كلف المحافظ جميع الجهات المعنية بزيارة مناطق التجمعات بالقرى للتعرف عليها والترتيب النهائي لتوزيع المرافق واستكمال الناقص منها حتى يتم استكمالها لتكون جاهزة قبل موعد التوزيع المحدد انطلقت اليوم قافلة طبية بوحدة رأس حدربة صحية جنوب مدينة حلايب محافظة البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقالت مدرية الصحة بالبحر الأحمر إن القافلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 103 حالات بمختلف التخصصات الطبية منها إجراء 18 فحصا معمليا كما تم إجراء 11 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة وتم إجراء جميع الكشفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر كما شهدت أيضا قريتاء اللواء صبيح وعلي بن أبي طالب مدينة الفرفرة بمحافظة الوادي الجديد ختم عمال القافلة الطبية للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي استمرت لمدة يومين وتم خلال القافلة أكشف الطبية على 650 حالة وقامت صيدلية القافلة الطبية بصرف العلاج للمواطنين بالمجان وضمت القافلة أطباء استشاريين في تخصصات البطنة والجلدية والجراحة العامة والأسنان والأطفال والرمض والعظام وتنظيم الأسرة أطلقت مدرية الصحة بالدقالية حملة تنشيطية للتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانا بجميع مراكز ومدن محافظة وأوضحت مدرية الصحة أن الحملة تشمل مناطق النائية والمحرومة إضافة إلى القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة وأضافت المدرية أنه تم توفير مجموعة متميزة من وسائل تنظيم الأسرة الآمنة والفعالة بالمجان لرفع معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وذلك من خلال فرق مدربة هذه الحملة حملة تنشيطية خدمية مجانية تقدم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للفئات الأكثر احتياجا من الشعب تحت شعار حق اقتنظمي ضمن مبادرة أيامنا أحلى هذه الحملة تقدم الخدمة لكل من يحتاجها فلذلك احنا عملنا أماكن إحالة لتقديم هذه الإخاذنا هذه الأماكن إحالة لا تقدم بعض الوسائل نتيجة لأن هذه الوسائل تحتاج لأطباء مدربين تدريب جيد فهذه الأماكن لابد من توفر الوسائل فيها بشكل مستمر انطلقت بمحافظة قنة فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار حق اقتنظمي وقال مدير إدارة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمدرية الصحة بقنة محمود علي إن الحملة سيتم تنفيذها على مرحلتين لتغطية دميع الإدارات الصحية داخل المحافظة لسيما المناطق المحرومة من خدمة تنظيم الأسرة والمناطق ذات النسب العالية في المواليد نحن إن شاء الله بصدد انطلاق حملة قومية لتنظيم الأسرة في إطار اهتمام قطعة السكان وتنظيم الأسرة بتغطية تلبية وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة للمناطق المحرومة والاحتياجات الغير ملبة على مستوى المحافظة بيقوم فريق تنظيم الأسرة بالإدارة بعمل الخطة الخاصة بالحملة على أساس تقديم الخدمة في جميع الوحدات الصحية إلى جانب وجود عيادات متنقلة للوصول إلى الأماكن الأكثر احتياجاً الحملة إن شاء الله بتقدم جميع وسائل تنظيم الأسرة مجاناً لجميع السيدات ويتم تنظيمها على مرحلتين في محافظة إنا المرحلة الأولى بتضم إدارة إنا وإدارة قوس وإدارة نقادة وإدارة إفت والمرحلة الثانية بتبدأ يوم عشرين اتنين إن شاء الله بتضم إدارة دشنة وإدارة الوقف وإدارة ناجي حمادي وإدارة أبو تشت وفرشوت الآن مشاهدين نتحول إلى أخبار المال والأعمال في هذه النشرة مع فاطيمة خليل إليك فاطيمة شكراً أميمة تمام شكراً إلهم نمر وأهلاً بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناس السويس يحيى زكي أن إجمالي الاستثمارات في المنطقة تصل إلى ثمانية عشرة مليار دولار حتى الآن كما تم توقيع وقود قيمته عشرة مليارات دولار يجرى تنفيذها حالياً جاء ذلك خلال اللقائه مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كارم جابر لتوقيع بروتوكول إعلامي بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يهدف لتنظيم زيارات لصحفيين والإعلامين إلى المنطقة الاقتصادية للتعرف على المشروعات والاستثمارات التي تتم فيها ترجعت قيمة العجز في الميزان التجاري لمصر خلال شهر نوفمبر 2021 بنسبة 63.1% لتبلغ مليار دولار و19 مليون دولار مقابل 3.22 مليون دولار في نوفمبر 2020 وأوضح الجهاز المركزي لتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 80.6% وجاءت القفزة في الصادرات بسبب ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الأسمدة واللداء بأشكالها الأولية والفواكه التزاغة والملابس الجاهزة أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية السلعية إلى السوق البرازيلية حققت ارتفاعا كبيرا خلال عام 2021 وذلك بنسبة 155.4% وأشرت الوزارة إلى أن هذه الزيادة تعد الأولى في تاريخ الصادرات المصرية إلى البرازيل منذ تدشين العلاقات التجارية لتصبح مصر في المرتبة الثانية والثلاثين في قائمة الدول المصادرة إلى البرازيل ذكر المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن إجمالية صادرات القطاع إلى دول الخليج العموية بلغت خلال العام الماضي نحو 550 مليون دولار وأشار المجلس أن تلك الصادرات استحوذت على 13% من إجمالية الصادرات الغذائية البلغة 4 مليارات و100 مليون دولار في نهاية 2021 لافتا إلى أن عدد الشركات المصرية المصدرة للأغذية المصنعة إلى دول الخليج العربي بلغ نحو 764 شركة في عام 2021 تنطلق غدا فعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2021 في دورته الخامسة التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 16 من فبراير الحالي بمشاركة دولية ومحلية وسيشهد المؤتمر مشاركة 11 وزيرا للبترول والتاقة من عدة دول وتسعة عشر من رؤساء كبرات شركات البترول والتاقة العالمية وثماني قيادات لمنظمات بترولية عالمية كبرى ومن المتوقع أن يجدد إيجيبس 2022 نحو 26 ألف مشارك من العديد من الدول و25 شركة بترول عالمية ومحلية أنهت البرصة المصرية تعملات جلسة بداية الأسبوع على تراجع جامعي للمؤشرات بدغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 726 مليار و600 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات هبط مؤشر إيجي إكس الثلاثون بنسبة 21 و21 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 11 ألفا واربعمائة وثمانين وثلاثين نقطة كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس الثلاثون بنسبة 36 وثلاثة وثلاثين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى ألفا وتسمائة واثنتين وثمانين نقطة وانقفض مؤشر إيجي إكس مئة بنسبة أربعة وخمسة تسين من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى ألفين وتسمائة واربعمائة وثمانين نقطة إلى أسواق العملات حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري يسجل الدولار الأمريكي نحو خمسة عشر جنيه وخمسة وستين قرشا للشراء وخمسة عشر جنيه وسبعة وسبعين قرشا للبيع أما عن سعر اليورو فوصل سعره إلى سبعة عشر جنيه وستة وسبعين قرشا للشراء وسبعة عشر جنيه وواحد وتسعين قرشا للبيع أما بالنسبة لسعر الاستليني فوصل سعره إلى واحد وعشرين جنيه وواحد وعشرين قرشا للشراء واحد وعشرين جنيه واربعين قرشا للبيع أما عن أسعار العملات العربية فوصل سعر الدرهم الإماراتية إلى 4 جنيهات و 26 قرشا للشراء وأربع جنيهات و 30 قرشا للبيع أما عن سعر الريال السعودي فوصل سعره إلى 4 جنيهات و 17 قرشا للشراء وأربع جنيهات و 20 قرشا للبيع في أسواق المال الخليجية سجل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تداول تراجعا ملحوظا خلال التداولات اليوم حيث هبط مؤشر السوق الرئيس تاسي بنسبة 22% من مئة بالمئة وفي برصة الكويت تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 63% من مئة بالمئة وهي ذات النسبة التي تراجع فيها مؤشر برصة ماسقط في حين أغلق مؤشر سوق البحرين على السعود بنسبة 26% بالمئة حصل صندوق الاستثمارات العامة السعودية على 4% من أسهم شركة أرامكو النفطية تقدر قيمته بنحو 80 مليار دولار وذلك بهدف دعم عمل الصندوق على تنويع الاقتصاد يذكر أن أرامكو أدرجت في البورصة السعودية في ديسمبر 2019 بعد أكبر عمليت طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29 مليار و400 مليون دولار مقابل 1.7% من أسهمها ومنذ تسلم محمد بن سلمان منصبة ولي العهد في 2017 تنكب المملكة على محاولة تنويع الاقتصاد عبر دعم قطاعات الترفيه ورياضة والسياحة وغيرها وعدم قصره على النفط حفظ بنكو الاستثمار جولدن مان ساكس توقعاته لعواد الأسهم الأمريكية هذا العام مع احتمالية تجديد السياسة النقدية بصورة أكبر وقال البنكو أن تضخم المفاجئ في الاتجاه السعودي يعني أن التقييمات سوف يتم تعدلها وفقا لذلك وتوقع الاقتصاديون في بنك جولدن مان هذا الأسبوع أن يرفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات السبع المتبقية لعام 2022 بدلا من زيادة الخمس التي توقعها سابقا مجاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لإلهام وأميما لاستكمال ما تبقى من السلسة شكرا لك فاطئمة أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة الذي يحتفل به في الثالث عشر من شهر فبراير من كل عام وأقرته منظمة اليونسكو وأوضح البيان أنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للإذاعة هذا العام تحت شعار الإذاعة والثقة وأشعر إلى أن الإذاعة البالغة من العمر 111 عاما على مستوى العالم لا تزال الوسيلة الإعلامية الأوسع انتشارا لافتا إلى أن عدد الشبكات الإذاعية في مصر بلغ عشر شبكات بإدمالي 189.8 ساعة بث مسموع لعام 2020-2021 اشتركوا في القناة مشاهدين الكرام كان هذا ما لدينا من أخبار في نشرة السادسة والآن إلى العنوين الرئيس السيسي وجهه بتحقيق أقصى استفادة من التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام المحكمة الاتحادية في العراق تقرر استمرار برهم صالح في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد عشية زيارة شارلز لكيافو موسكو ألمانيا تقول إن روسيا تتحمل مسؤولية خطر الحرب في أوروبا انتهت نشرة السادسة في أمان الله اشتركوا في القناة